المفهوم القاطع معنى هذا المفهوم إذا رجعنا إلى النصوص وجدناه مبتدع ما كان معروف عند الصحابة أن البدع بهذا المعنى ولا عند النبي ولا عند التابعين ولا عند تابع التابعين ما كانوا يفهمون البدع بهذا المعنى وكانوا يفهمون من معنى المبتدع من مدلول اللغة أنه ما حدث على غير مثال سابق وبذلك يقول الله بديع السماوات والأرض ثم بعد ذلك يذكر الحق تعالى أن عبادات كانت في طايفة من بني إسرائيل قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا يعني أحدثوها ابتغاء رضوان الله فإيش قال فما رعوها حق رعيتها عاب عليهم كيف تركوها يعني المفروض أن يحافظوا عليها في ذلك كان يقول بعض الصحابة إن هذا القيام في رمضان شيء ابتدعتمه لم يفرضه الله عليكم فدوموا عليه فإن الله عاب على قوم من قبلكم أحدثوا عبادات صالحة ثم تركوها فقال فما رعوها حق رعيتها فأنتم إذا عملتم هذا العمل الصالح فدوموا عليه فما كان المفهوم عندهم أن البدعة ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم يفعله الصحابة الكرام ولا أن البدعة مخصوصة بجانب العبادات في الشريعة وجانب الاعتقادات أكبر وجانب المعاملات أكبر في البيوع بدعة وفي الأنكحة بدعة وفي الأقضية بدعة والبدعة في القضاء أعظم ومرها شديد فحصروا البدعة وسط العبادة ثم تعميمها في العبادات لما لم يفعله رسول الله وصحابته نوع من الابتداء المذموم في الدين الذي لم يقوم على أساس صحيح فكان لفظ كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الذي جاء نظيره في الكتاب والسنة كثيرا من العام المخصوص والعام الذي يراد به الخصوص محل افتتان للجهل بالأصول والنصوص ثم حقيقة معنى المحدثة والبدعة فبذلك يقال عن مثل التبرج المحرم في الشريعة أنه بدعة وهو أمر سابق من قبل وجود النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته يقول ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى فليس ما لم يكن ظاهرا ولا معبولا تبين من خلال النظر في اللغة والنصوص أن هنا اصطلاحات ومعنى يراد به الخصوص ولا يمكن إطلاق الأمر على كلياته كمن أراد أن يستدل على أن ريح قوم نبي الله هود دمرت الجبال والسماوات والأرض والناس وهود نفسه حرام عليك هذا غير صحيح قال عندي دليل من القرآن قال إن الله قال تدمر كل شيء بأمري كل شيء وهود ما هو شيء والجبال ما هي شيء يقول يا أب له وسط الآية عندي يقول فأصبح ولا ترى إلا حتى المشاكن عاد أثرها باقي كان مدى مردها وإلى غير ذلك